العربية من سعود كنت مقرأة في الجامعة تخصص إنجليزية عبو فاتم الزهراء تخصص إنجليزية ماستر لسانية وتعليمية اللغة السؤال مني كيفاش كان أول انتحان كيفاش كان أول انتحان عندي بكل فتاتات قدرت يقول كان كيشوال الباك صغير عبسكوالها فوت الباك مقبل كان شوية استراسي وكلش عندما طلعت الجامعة وقرأت وقامنت بحاجة للي إذا قرأت صح زعما يلاقى رفيزيت صح هذا تجاوب لما رفيزيتش نعمة مطالش تجاوب بون تفكر باللي كان يخوف عليها باشك تكون في الليسي حاجة بدا تطلع الجامعة حاجة وحد أخرى ماشي حاجة وحد أخرى أصعب ولكن مختلفة هذه هي الفكرة انك باكزامبل كنز جوغ ولي موديل الجداد وحكا بالصحة ونتفكر بليش تهدت مليح بالصحة ما كانش حاجة سبيسيال فعلي يعني اختبار امتيحان مختلف فعلا اللي قبل بالصحة أنا بيحكم اني كنت علمية كان جاني لبعث زعمة على خطر باش تفوت امتيحان في النهار حاجة مليحة بالصحة ما دخلت على حسابه كيف احضرت حبيثة عسومة لا ألوف مع حالة جديدة الوحد يكون ليس متوى الحمد لله بحق ما كنته أكل صعب كان في المستوى وانا كنت في المستوى كيفاش كنت تشوف الجامعة من قبل وبعد الجامعة اليوم اللي اديت البار ما كانش عندي ايدي عن الجامعة كنت نتخيل الناس تخدم الناس هزالي لابتوب تحال المكتبة تجغل الناس كما نقولو خدمة ما كاش نلاعب كاين في الكلاسرومز يعني اقسام كاين ومنا ومبدل هذا يدخل الجامعة لقد قاعدة مختلفة يعني قاعدة مختلفة حسوا رحنا في الجامعة الصح في البلي بار دويتون ما نحسوش رحنا في الجامعة الجامعة مقبل كنت نشوفها حاجة كبيرة كنت زيوبة كماني شوف دوكر في اوكسفرد والكامبرج كنت شوفها حاجة كبيرة بسر ما كانتش عندي فكرة ما كانوش عندي اصلا اصدقاء كنت نقولوا دخلوا الجامعة كنت شوفها حاجة فارد وخلاص من الناس الجامعين هل هي حاجة كبيرة باش مطايحة شو موارا ما كنت خلط الجامعة جربة بنت لي نورمال بسنا مهيش حاجة مليحة تحدي مليح تجربة مليحة مش شغير في الدراسة ما مفي حياتك تعلمي بزلف منها من الناس تعلمي العقلية متاحهم وهكذا كنت نشوف الجامعة كشغل أخر محطة في المسار الدراسي كنت دائما متطلع أن نكون في الجامعة وأن نجرب الحياة الجامعية مع الناس اللي ما نعرفه مش كيف شولت نشوف الجامعة من بعد ما نقول لك لماذا عاش حياته في الجامعة يعني مع الإزامي ولماذا تعلمش الجامعة لن تعلمش لن تعلمش أخر خطرة أخر بلاطة تتعلم فيها كيف اخترت التخصص هذا سؤال صعب التخصص كيف اخترته ما كنت دائرة في الحساب أنا كنت علبية كنت نقرار علم تجربية كيف اخترت التعلي في الليسي ماي كيف اخترت الباك كنت ديت جور معدل ما نكنش حبات وديت 12 ساع و سعين ما كانش بريمو المعدل اللي كنت حباته على الصح وبنخيات انجليزية غير هكا على الزهرة باش نعود الباك ومن بعده كنت ديتنا في العام التاعي لقيت روحي حبيتها كتر لقيت روحي يلبس بيا فيها حكمت روحي مغير هل يجبوني الأجواء لتعلى الجامعة لتعلى الأصدقاء لتعلى تخصص في حد ذاته انجليزية أول حاجة كي كنت تفسية ماكوش نقرأ انجلي بساف كنت معرفة جوجة كلمات بركي يسو نو الحمدلله كي طلعت الليسي القيناة البروف أستاذة لا يذكرها بالخير بعد اسمها بندومة نورية من ولاية عينتموشنت لتعلى هذه الأصدقاء التي تجعلك تبغي بسيفة لك تتعامل معك باحترام لكوش أنك غالطة في حقك أو غالطة في حقك دائم لك أنا خيارة انجليزية كانت مفاجأة لأن الناس كانوا يتتنونين لنطب أنا خيارة انجليزية ونهالي ديتل باك ديتها بمعدل مليح لأنني أهني باش نطب ولا فارماسي ولا أي حاجة تانية أنا خيارة انجليزية على الناس بلا ما يتتنى الناس لذلك اختارت انجليزية بسكو نبغيها وبسكوش فترحي باللي نقدر نكون فيها متميزة بسما هدا هو لازم إنسان على أساس هذا يخيار هذه الحاجة هل ندينت على دراستك هذا التخصص؟ جامع بسكونا هاللول انا امنت بحاجة اني نختار وش نبغي عنا وإلا اختاريت وش نبغي عنا دائما نلقى كيف نبغي الحاجة اللي راني ندير باش نكون تانيك صريحة في اي تجربة تجربتي على الجامعة ما كانتش زينة زينة كما تجربتي على الثانوية ولا على المتوسطة ولا على البريمة في التجربة تعيتي على الجامعة تعرفت حاجة باللي العالم غير عادل ومش شرط يكون غير عادل لك ضيفه تشوف صحابك يتحقر إذا لم يندمش على التخصص ولم يندمش لا ندمش على التخصص ليس احسيتها لان احسيتها فش نقولها بلانغري ولم يندمش أخبر كيف كانت تجربتك مع الباك و تجربتك مع الباك تجربتي كانت من أحسن تجارب تحياتي قاع فسكو علاه هي اني اضحت فئساتي لزينين لنشكرهم من هاد المنبر و قولهم شكرا جزينا فسكو سنة أولى ثانوي كنت شيء بثولة طالبة و زم على شكل و بعد ما قرأوني أوليت حاجة و اضخرا و كانت تانيك عندي أصدقاء زيني كنا في إن كلاس زيني كنت من ناس جاعة تقرم كامبيناتنا لحسد لوالو واحد يعرف حاجة يعلمها لصاحبو تجربتي مع الباك كما تقول الباك حسد راحي ما وصلش للميت نتاعي لازم وصلهم بغي مون كنت مستهونة بي يعني ما كنتش خايفة منه كما نذكر ناسا خايفين باركزامبل لاحظتها باك ما بيني وبين أختي كانت دائرة للباك واحد الحساب بغي مون كانت راحا تقصني راحا أنا ما كنتش دائرة شغل هذي كل الهيبة كنتس دائرة كأنه انتحان عادي كنت نحظى ربي واتيرة عادية ما كنتش قتلى راحي ما كنتش ما با دائرة لي كور كما نقولوا تدعيمية كنت نقاها نورمال درس نتاعي كتناها شغل كما يتزم الحال التزريبة تايم الباك كانت بكل بساطة يعني تقدر تقولوا ستين بالمئة لعب أربعين بالمئة قراية منها اللي كان اللي يمت تولي قبل الباك ريفيزيت عمك شو ولّ عطيت وقتي بسترى في القراية وعلحم دلله فوت الاجزامة تعيي سان سترس وتنجي كل يوم فوت الاجزامة تعيي لنخرج بعد ساعة بعد كنت ندف ونخرج بعد خمسة واربعين دقائق من الاجزامة بسما كنت الحمدلله كنت أصعب مادة درستها أصعب موديل بالنسبة لي كل موديل عنده تحديات وسبسياليتين تاعي الحمد لله هي إنجليزية كوش كنا نقاره بلانجلي كنا نقاره ستاتيستيك وفرنسي اللي هما من هدرش عليهم كان في الليزانة الأولين كان أنغروساكسون كنت نبغيها كمادة تعرفك على الثقافة وعرفك على عجحة من حاجة ولكن كشغل نظام تنقيط متاحها ولكن شغل الطرف متاحها كان شوية مزيرنا كنت دفوات مطيح فيها من سيطاقراف الحمد لله ماشي ما كاتش عندي مادة صعبة كانت مادة ما نبغيهاش يعني ماشي تاعي كنت نبغي كتر سيطاقراف الحمد للغاية وعلى اسألة ما نبغيهاش بزاف ما نبغيهاش بزاف بصح ما كتراتي فيها بصح ما نحسهاش تنبع لي من القلب هكا جغب نخدم هوانا الباقيات بصح ما كنت ممت بزاف سريعات لا أحسن لكي نقرأها بزاف كنت أكتافي كنت أعطني معانا وكتبت دفوات وكتبت تفكير النقدي تفكير النقدي يعني بزاف صالح كنت كنت حاسبهم حاجة ما كنت تفكر بهذا المنطقة هذا ولا عندي حواج وحدين أخرين على الأفكار هذوك ولا عندي تطلع الصالح الجامعة هي تجربة حاولوا على قدر الإمكان استفادة منها واستثمارها في حياتكم الشخصية مشاريع حياتكم الدراسية حاولوا تعرفوا كيفاش توجهوها أعطوا النصح من عند البروف أعطوا النصح من عند أصدقائكم لا يجب أن يرحلها واحد واحد وحده لا يجب أن يكون معك مشتركين هم سوف يذهبون مع الفادر وصوى والديك والديك سوف يكون معك في كل إطاب أصدقائك العائلة تاعة كاملة أصدقائك أمام البروف تاعة وما سوف تكون معك وإن شاء الله تتوفيق بالجميع أنا تعلمت شيئا من اللي قريت مصار الاكاديمي ماهوش ناجح قاعدمس سما ماشي قاعد الناس لازم يفوتوا في المصار الاكاديمي ماشي قاعدمس إذا تشوف روحك باللي تقدر وتتميز في المصار الاكاديمي تتوفيق وتوصل تكمل دكتوره ولكن دائما تشوف روحك بغيت ديبلومو ساي دير أعمال حره أنا شخصيا الناس اللي يقيتهم في حياتي واللينا نهضر معهم قاعدمهم دير الأعمال حره يعني ديروا حاجة مدوش الباك ولا وديروا حاجة هما بغينها ولا تشوف روحك خير في مجهة المصار الاكاديمي سما دي دي مدوش الباك نقول لهم ما يشلافون دي الموت يغيش نهاية العالم ما مطاحتش عضادر ونرمال يحب دو الباك نتاحهم ما زالوا صغار ما يفقدوش الأمل وما جابش ربي هالخطرة يجيب خطرة جاية هذه